كمرحلة نهائية للتسجيلات الخاصة بالطلبة الجدد ستمنح فرصة ثانية للطلبة الذين لم يتحصلوا على التوجيه الملائم لهم في فترة التسجيل الأولي ووفقا للرزنامة المحددة من قبل الوزارة فسيتم فتح منصة بروغرس من التاسع حتى الثاني عشر سبتمبر الجاري على أن تتم معالجة الطلبات عبر الخط من قبل مؤسسات التعليم العالي في الفترة من الثاني عشر حتى الخامس عشر سبتمبر ليعلن عن النتائج يوم الخامس عشر من ذات الشهر فيما سيتمكن المعنيون من إتمام التسجيلات النهائية من الثامن عشر حتى الثاني والعشرين من سبتمبر وحددت الوزارة عدة معايير لقبول التحويل إذ ينبغي مراعاة معدل القبول الأدنى للتكوين المراد التحويل نحوه هذا وفقاً لحالتين الأولى تتعلق بتحويل داخلي أي في نفس المؤسسة الجامعية مع تغيير التخصص أو تحويل خارجي أي مؤسسة مختلفة وتخصص آخر في نفس الدائرة الجغرافية ومن أجل التحويل لمؤسسة جامعية تابعة لدائرة جغرافية أخرى ينبغي تقديم مبرر كتحويل مقر الإقامة لأسباب مهنية تتعلق بالوالدين أو الزواج وتبقى التحويلات الجامعية هاجساً لدى عديد الطلباء الذين لم ينصفهم التوجيه الأولي لا سيما في التخصصات التي تتطلب المعدل الموزون